السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع الدرس الرابع المساحات وحلات القياس للمستويين الخامس والسادس هذا الدرس سنتعرف فيه على مساحة المستطيل ومساحة المربع وكيف يتحويل القياسات من وحدة إلى وحدة فمرحبا بكم كما تعرفون بأن الوحدة الأساسية لقياس المساحات هي المتر مربع والمتر مربع له أجزاء الديسيمتر مربع السنتيمتر مربع والميليمتر مربع وله كذلك مضاعفات الديكامتر مربع الهكتومتر مربع والكيلومتر مربع كل خانة تنقسم إلى خانتين لأن المساحات نعتمد على بعدين الطول والعرض في المستطيل مثلا مساحات هذا المستطيل لدينا طوله 6 سنتيمتر وعرضه 4 سنتيمتر وبالتالي نحصل على مساحة قياسها 6 سنتيمتر مربع في كل سطر ثم السطر الثاني كذلك 6 سنتيمتر مربع السطر الثالث 6 سنتيمتر مربع كذلك والسطر الرابع 6 سنتيمتر مربع إذن المساحات المستطيل هي 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 تساوي 24 سنتيمتر مربع ويمكن كذلك العكس 4 6 مرات تساوي 24 سنتيمتر مربع ننتقل الآن إلى مساحة المربع مساحة المربع هنا لدينا مربع طول ضلعه 3 سنتيمتر نقسم بنفس الطريقة هذا المربع إلى مربعات صغيرة قياس مساحتها 1 سنتيمتر مربع السطر الأول لدينا 3 مربعات صغيرة وبالتالي مساحة السطر الأول 3 سنتيمتر مربع نفسي كذلك بالنسبة للسطر الثاني ونفسي كذلك بالنسبة للسطر الثالث إذن مساحة المربع هي 3 زائد 3 زائد 3 تساوي 9 سنتيمتر مربع ننتقل الآن إلى كيفية تحويل القياسات من وحدة إلى وحدة أخرى باستعمال الجدول لدينا مثال رقم 1 205 متر مربع كم تساوي من هكتومتر مربع أولا نضع القيمة 205 متر مربع للجدول نبدأ دائما برقم الوحدة ثم العشرة ثم ننتقل إلى الوحدة الأخرى ولدينا هنا لنصل إلى الهكتومتر مربع نضيف الأصفار والفاصلة على يمين لمكتومتر مربع لنحصل على 0.025 متر مربع مثال ثاني كذلك لدينا مثال رقم 2 895 هكتومتر مربع كم تساوي من ديسيمتر مربع نضع 895 هكتومتر مربع بفج دول نبدأ برقم الوحدة ثم نتميم العزد وللوصول إلى الديسيمتر مربع نضيف الأصفار على يمين لنحصل على 895 مليون ديسيمتر مربع مثال رقم 3 لكيفية وضع قيمة عن طريق قيمة عدد 20 إذا لدينا 11.5 متر مربع كم تساوي من ديسيمتر مربع أولا نضع الفاصلة على يمين المتر مربع ثم نضع رقم الوحدات 11.5 إذا لدينا ديسيمتر مربع على اليمين نضيف صفر ونتخلص من الفاصلة لنحصل على القيمة 1150 ديسيمتر مربع مثال رقم 4 لدينا هنا مجموعة من الوحدات المختلفة أو القياسات ونحولها إلى وحدة أخرى إن 895 هي كمتر مربع و55 كمتر مربع كم تساوي من ديكامتر مربع أولا نضع 895 كمتر مربع في السطر الأول دائما رقم الوحدات ثم نضع القيمة الثانية 55 كمتر مربع ونقوم بعمليات الجمع 5 زائد صفر تساوي 5 9 زائد صفر تساوي 9 8 زائد 5 تساوي 13 نكتب 3 ونحتفظ ب1 1 زائد 5 تساوي 6 ثم نتمم بالأصفر للحصول على ديكامتر مربع لنحصل على 639 ألفا وخمسمائة ديكامتر مربع إلى اللقاء ومع درس آخر